قامت في الأيام الماضية سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد بإزارة إقليم البحيرة بهدف تقديم الدعم والمساعدة لسكان البحيرة من اللاجئين والنازحين كان ذلك بحضور حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمدو تقرير حليم سعدي ياقوب من أجل رفع مؤانات سكان إقليم البحيرة من جراء الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماءة بوكوهرام هيث قامت بئثة الاتحاد الأوروبي بزيارة فقدية برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد رئيس بئثة الاتحاد الأوروبي من جهته شكر الهكومة الشادية مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي يسأى من أجل تقديم الدعم للمهتاجين والضعفة واللاجئين المتدررين جراء الهوادث الإرهابية التي تسببها جماءة بوكوهرام سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد أشادت بالدور الفائل التي تقوم بها البئثة الأوروبية لصالح سكان إقليم البحيرة والخادمين لها من المناطق المجاورة هاكم إقليم البحيرة آدم فورتاي آمدو ناشد بئثة الاتحاد الأوروبي بتسخير الإمكانيات اللازمة والدعم المالي لصالح اللاجئين من سكان إقليم البحيرة في الزراعة وتشييد المرافق الصهية وبناء المدارس التعليمية ونشير إلى أن هذه البئثة جاءت لتخديم العون الإنساني ومساعدة الهكومة الشادية في رفع المعانات وتهسين الوضع الاجتماعي في البلاد